الى الواجهة يعود التصعيد بين القوات الامريكية والفصال المسلحة العراقية ليكتب فصلا جديدا من فصول المواجهة بين الجانبين والتي يبدو ان امدها سيظل مفتوحا حتى حين ليس بمعلومة فعلى الرغم من المواقف الحكومية العراقية الحازمة اذا استهداف مقار تمركز قوات التحالف الدولي الا ان ذلك لم يحل دون تسجيل المزيد من الهجمات المسلحة ولا يخفى على المتابع لشأن الامني العراقي مدى التحدي الذي تمارسه هذه الجماعات المسلحة الموالية لايران لسلطة الدولة العراقية ولا يبدو غريبا ان الهجمات الاخيرة في العراق جاءت في اعقاب اغتيال القائد في الحرس الثوري الايراني رضي موسوي والذي عمل عن كثب في مجال دعم ما يسمى بمحور المقاومة وهنا تضع هذه الضربات سلطات الامن العراقية امام تحدي قديم جديد وهو الكشف عن هذه الجماعات وتحديد من يقف خلفها ويسهل لها شن هذه الضربات وعلى الجانب الاخر حددت الولايات المتحدة المسؤولين عن مهاجمة قواتها في اربيل لتؤكد ان كتائب حزب الله العراق الموالية لايران هي من شنت الهجوم الاخير ما يعقد من المهم العراقية في محاسبة هذه المجموعات المسلحة هو انخراط غالبيتها في الحج الشعبي وهنا نتحدث عن مؤسسة امنية رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة وامام هذا المشهد المتداخل تبقى ساحة العراقية مرشحة لمزيد من التصعيد وهو ما يخالف التوجهات الرسمية في فرض الاستقرار وترسيخ هيبة الدولة وبص سلطانها الامني